اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمسيرة فريق فيكتوريس البحرين للدراجات الهوائية في طواف بيرغس الإسباني وفوز الدراج سانتياغو بويتراكو بالجولة الأولى من الطواف الذي شهد مشاركة واسعة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن تحقيق فيكتوريس البحرين لدراجات الهوائية لقب الجولة الأولى يؤكد ما يتمتع به الفريق من إمكانيات عالية ويعكس المسيرة الناجحة التي يسير عليها الفريق في المحافل الأوروبية بعد أن سجل العديد من النجاحات خلال المرحلة الماضية وأكد سموه أن الدراج سانتياغو بويتراكو يمتلك إمكانيات عالية ساهمت في حصوله على لقب الجولة الأولى متمنيا سموه للفريق دوم التوفيق والنجاح في المشاركات المقبلة واستطاع سانتياغو بويتراكو أن يفوز بالجولة الأولى في طواف بورغس الإسباني متفوقا على جوال ميدة متسابق فريق الإمارات الذي حل ثانيا بفارق ثلاث ثواني عن المتصدر وهذه المرة الثالثة التي يفوز بها بويتراكو بأحدى الجولات في هذا الموسم وذلك بعد انتصاره في الجولة الثانية من طواف السعودية بالإضافة إلى طواف جيرو إيطاليا ترجمة نانسي قنقر